أصعد الله مساكم بكل خير محبي مسلسل أبشر بالسعد إليكم ملخص الحلقة 22 وأهم أحداثها ابتسام ترأسنا بهديل وهي في منزل أمينة وتعارف أن هديل قد اصطلحت علاقتها مع جميع وتنصدم ابتسام وتصر على انتقامها منهم بطريقتها شهد تذهب بسرعة وتبحث عن قضية شركة العقارات بالسر وفجأة يراها سعد ويلقطها وبعد ذلك سعد يحقق مع شهد عن الذي تفعله وتبين وتتلبك كثيرا شهد وتخبر سعد أنها يعرف عن ماذا تبحث سعد شهد تقدم استقالتها وتذهب وتقابل بشار وتصالح علاقتها معه ويأخذها بشار إلى مكتب ابتسام للعمل معهم سعد يحاول كثيرا التقرب من مريم وتلاحظ مريم ذلك ويعجب بهذا الشيء أمينة ما زالت تغار من هديل وبشدة أكثر وتظل تشاجر مع زوجها بدر لأنه أقل من أخو سعد وتغير به أمينة تعرض على بدر أن يأخذ قرض من البنك ولكن بدر في البداية لا يوافق وبعدها يرى أمينة متتايقة وفي الصباح يذهب ليأخذ قرض وتفرح كثيرا أمينة وبدأ بتصوير سناب لكي تغيز صديقتها وبالذات هديل أم هديل تتصل بهديل وتقول لها أنها تذهب وتلغي أوراق الطلاق لكي لا يعلم سعد بشيء ابتسام تقرر الانتقام وتخطط أن تذهب إلى المحكمة وترفع أوراق القضية التي رفعت هديل بحق سعد وبالفعل لا يتم ذلك وبعدها يتصل السكرتيرا بأم هديل وتخبره عن موعد الجلسة وتتفاجأ هديل من الخبر وتتصل بهديل وتخبرها وتنصدم هديل أم بدر تسمع كلام هديل وتخبرها هديل عن الحقيقة وتتصل بسعد وتطلب منه أن يأتي إلى المنزل لأمر ضروري مريم تهتم بسعد وتفرح ويفرح سعد كثيرا على اهتمامها اشتركوا في القناة